سويت علاني لغناي يا مستحك الغناي روح يا أمنياتي وهواي ملا سواك الغناي فما في حي ما تخليني يشتغل في كرة الهلال كتبتها حاجات أخبار صغيرة صغيرة كده كتبتها مادة كبيرة عن طارق سيكافه وبطولاته فقلت أنه يعني في عدد من الأندية الكبيرة في منطقة شرق وصفة فريغيا سيمبة التنزاني والمريخة السودانية وكان مزاجين وأنا أدخل لأولاد الكيجي بتاعنا الروضة وقعد معاهم في الأرض والعب معاهم وكده كانت بيصفي ليزي هنا لأنه ضغوط العمل أنا ما شعبتي شعبتي جدا لكن رأس المال في البدايات يعني عمل كبير وضخم أنا طبعا ما شد بدأت بالتدرج والبداية ما كانت محتاجة للرأس المال كبير يعني إن شاء الصحيفة رياضية وقتها ما بكام بيكلف كوروش كتير يعني ولا تلمست على يدهم في الصحافة؟ والله يعني ها استفيدنا من زملاء علاميين هلالاب كاتلهم أسماء كبيرة يعني زي أستاذنا حسن عز الدين وزي محمد أحمد السوقي رحمة الله عليهما ودعمنا مع كل الصحفيين حتى معجبك أبا الصلاح يدريس في عدد من الصلاح أنا بعتبر أفضل كاتب هلالي جمال والي ده وزارة رعاية اجتماعية قايمة بحال كان لكن دار أقول إنه أنا ظهوري في المريق ما أبدأ مع جمال الوالي أصبح رئيسا لنادي المريق في العام 2003 فما كنت محتاج يعني لإدارة عشان ما يسنيني ولا يرفعني ولا كده طيب الاتهامات شنو؟ والله ما لكل نجاح أعداء يعني لسلا الأعداء النجاح بيقلب الأعداء فالناس ما بيحسدوا الزول السجمان الفاشل الصداة أصبحت يعني هي وقون على توزيع في السودان يعني كان عادي من يتخطى المئة ألف نسخة والعوايد كانت ممتازة جدا بعد ثلاثة أو أربعة شهور من صدور الصحيفة تمكننا من شراء مطبعة مطبعة كان استوردة لخ راحل عمر مونيل رحمة الله عليه من إنجلترا واشترينا منه بذكر المبلغ كان سبعوية مليون يعني اشترينا منه بالعاقصات دفعنا ليون 200 مليون مقدم وبعد ذاك قصد شهري كان خمسين مليون وكان يعني بارتياح بندفعه والمطبع ذاته جبنا تيم من مهندسين من لبنان وركبناها وبدأنا نطبع الصدافية وكانت بتطبع خمسة صعوف تانية فأصبح مورد إضافي للدخل ومشروع ناجح جدا الكلام ده في ثلاثة أو أربعة شهور يعني طلبت من الشيخ تظهرت ليه الشيخ صعيد قلت ليه أنا والله رايق على السودان وكان يفتكر إنه المزارة ده ده علاقة بالماديات فاتكلم معي إذا محتاج إنه نحسن ليك خصصاتك وكده ما في مشكلة لأنه كان وقته الصحيفة هي تحولت للصحيفة اقتصادية والشيخ ناداني وقال ليه إن إحنا عندنا صحيفة عندها مطابع ضخمة قال ليه عندنا ثلاثة مجلات رياضية حنصدرهم وانت تشرف عليهم فأنا احتزرت ليه وقلت ليه أنا والله شغلي جرايت وأنا عملت صحيفة في السودان وعملت مطبع وكده قررت إني أرجع للسودان فأنا دايرك تسمح لي وكده فالراجل يعني بيطي بخاطر شكرني ورجحت السودان رجحت في شهر يونيو 2006 وقتها كان رجل تحرير المشاهد الأخ الأستاذ إسماعيل حسن هو طبعا كان الصدق اختلطت عليه الصدق هو أنا اخترته كرئيس تحرير أنا كنت في الإمارات وكتر خير وأشرف عليها ويعني ما قصر تفاني جدا في خدمة الصحيفة مع الإصطاب بتاعه ولما جيت جي شهر سيد تركت الوضع على ما هو عليه ولكنه بعد فترة وجيزة صر إنه قال لي دي جريتك ودحل من حياتك وكده ويجب إنك تترقى رئاسة تحريرها وتنازل بطيب خاطر وتوليت من وقتها رئاسة تحرير الصدى من 2006 لغاية 2013 وكانت هي تجربة ناجحة جداً واستمرت من 26 نوفمبر 2005 لم تتوقف عن الصدور إلا في 15 أبريل 2023 صبيحة اندلع الحرب وأنا بتمني إن شاء الله ربنا ينعم على بلادنا بالسلام وتتوقف الحرب وتعاود الصدى الصدورة في 2009 دخلنا في تجربة جديدة قبلها قبلها في 2007 أو 2008 أصدرنا صحيفة أنا وعبد الله أصدرنا صحيفة رياضية تانية زاد صبغة حمرها أكثر من الصدى كانت حمرها صارخة اللي هي صحيفة السوبر وأنا جمحت فيها معظم كتاب المريخ كانوا شتتين في الصحيف بعضهم كانوا يشتغلوا في الصحيفة العالية وكده عرضت عليهم إنهم يجتمعوا كلهم في الصحيفة ويكتبوا فيها أخا أبراهيم عبد الرحيم وأبراهيم عبد الله وأبو صدام أبو بكر عبدين وسيليك اللي أنا كنت أصرد عليه إنه يكتب معي في الصدى في الصدى وبعد ذاك نجلته للسوبر وكده حتى كان في أعمدة في السوبر وفي الصدى موجود نعم كنت أب حسن محجوب نعم في فترة وجيزة السوبر نجحت برضو نجاح حايل كنا من أطبع في مطبعتنا برضو وأصبحت تنافس الصدى في التوزيع وأنا كنت سعيد جدا بالمنافسة منافسة دي على اعتبار إنه دي لقطة صغرى السوبر وفي 2009 قدنا تجربة جديدة في صحافة سياسية بشراكة سولاسية أنا وعبد الله وأعنى الأخى الهنداء الزدين وأصدرنا صحيفة الأحرام اليوم سياسية وبرضو كانت تجربة ناجحة جدا ومن الناحية المهنية الصحفية والتحريرية لكن من الناحية الإدارية حدثت شوية مشاكل بينه وبين الهنداء الزدين وفي النهاية عدت لفض الشراكة بيننا هل ودء يعني عدم ملاقات أفكار في عالم الإدارة والله في طريقة إدارة للصحيفة لأنه حدث يعني تداخل في الصلاحيات التحريرية والإدارية وكده بطريقة ما أرضتني يعني اشتباك عنيف جدا بيننا كان مشهور حتى ظهر في العمدة وانتقل للصحف وكده تصادمنا بعنف يعني وانتقل الخلاف للمحاكم ففي النهاية تم حلوديا بينه أنا اشتريت نصيبه اللي هو كان 33% من الصحيفة وكان الصحيفة برضو نجحة جدا وفي خلال سنة واحدة كررت نفس التجربة تحت الصدى وقدرت تشتري مطبعة جبناها المرة دي مطبعة حديثة جدا وجديدة المطبعة بتاعت الصدى كانت سكن هند دي جبناها من الهند جديدة بالكامل وسريعة جدا متطورة وتطبع اطنار صفحة ملونة والشخص الجاب اليه مهندس اسمه عاصم عسكوري هندي مسلم لحد الان هو على تواصل معي وبيرسل ليه يعني للان بعد من دلعت الحرب بيرسل يطمئن انه وضعنا كيف وصحتنا وان شاء الله انتم كويسين وبيرسل دعواته وصلواته للسودان وحل السودان لانه كان بيجينا طواله في السودان وجاشرف على تركيبة مع تيم وجبنا وجاب لينا تيم من المهندسين هنوت شغلوا المطبعة والمطبعة برضو كانت اتنارش حي جدا سمينا مطبعة اتشي بي وهناك القاسمية ماش كده؟ هناك القاسمية على القاسم نعم فالمطبعة برضو كانت بتطبع مجموعة من الصحف وبعدها قمنا لانا دي اكثر تطورا خلينا ديك شغالة شوية كانت بتطبع الصدا بعد ذاك انا جبت الصدا والسوبر الهندي رفض غامر بالاخرام اليوم قال لا كانت بتطبع اعتقد فيه مطبعة الجهاز فجيبت انا الصدا والسوبر بدنا نطبعه وبعد ذاك المطبعة ديك وقفناه وبعناه الجديمة يعني قبلت بلان حسنا اشتغلت من 2006 لغاية 2010 اعتقد فالتجربة بتاعت الاهرام اليوم حصل فيها صدام شديد وانا اشتريت اسهم الهندي ودفعت قروشة من الحرمالي وصابيت ان اتقاسم الاسهم دي مع لك عبدالله رغم ان انا دفعت القروش ومع ذاك حدث خلاف بينه وبين عبدالله بعد شراكة طويلة انا ما حابيت اخوط فيه تفاصيل هو طبعا انا كنت اعاوز المزأ الذي بالتحديد يعني هو عبدالله ناشر مميز جدا جدا انه اكيد المزامل ابو القاسم استفاد كتير من وجود عبدالله دفع الله موجود معاه في بداية المسيرة من مزامل خارج السودان حتى تجيت السودان واسست عدد من الصحف اكيد هو ليه برضو باع كبير في انتشار وتوزيع الصحف في الصدق اليوم التالي نعم هو كان هو انا على اقتيب عبدالله بدت في الفين و اعتقد في سبعة وتزعين هو كان جاي يوزع صحيفة عالم النجوم وانا كنت شغال فيها ما كنت ما كان اندي فيها سوم مشاهد انا كان اندي فيها عشرة في المينة سوى لكن عالم النجوم انا كنت صحفة عاد يعني مدير تحرير اليوم فهو كان بيوزع وكان شغال في داريغراء ويجاي بيوزع عالم النجوم وانا اعجبت باجتهاده ومن اوال الناس اتدخلوا تجربة انه المحاسبة في الصحافة في القرطوم اللي الجرائي تتم يوميا يعني الوكال يبيعو يحازبو يوميا يومي يحازبو يوردو لانو كان في صحف تضرر جدا من المحاسبة كانت بيتيم نصف شهرية وكان في بعض الماشرين بيزوغو بالجروش وكده وحصلت لعالم النجوم ذاته فهو دي خلت الصحف يكون عندها كاش فلو ويكون عندها موارد يعني كاش يوب بصورة يومية كده تطور نفسها وتنجح وكده توفي بالتزاماتها تجاه العاملين فيها فالتجربة دي انا عجبتني جدا لما مشيت قعدت مع انا الامير البرير وابراهيم الصافي في عشان ما نتفق على موضوع صحيفة اصدار صحيفة المشاهد سألوني شروطك شنو قلت له ما عندي شرط تتكلم عن النواحي المالية وكده ودائر كم وننتفقوا معي من البيضاء انه يكون انا اخذ عشرة في المينة اصدار فقلت له انا ما ما بتكلم في النواحي المالية دي وما عندي مطالب اللي تعملوا انتو عملوا انا بد اندي طلب واحد انه عبدالله دي هو اللي يوزع الصحيفة عشان نضمن نجاح انه هو اه يعني حتى انت متعود خلاص يعني على اه متعود على الاسلوب ومتعود على عمله وموزع جيد حقيقة نديو حقه يعني وبيعرف يعني صناعة الصحافة على الطباعة والتوزيع والحكاية دي مازالة منهكة جدا ومعقدة ودائرة متابعة انه تابعوا صحيفة بالليل قاية ما اعطي الطبيع وشيلوا ويحزموها باعداد ما كله رزم خمسين صحيفة وشيلوا ووزعها للمراكز الزول بيشتغل في توزيع على الصحاف ده هو مبنون بالليل يعني نوم يكون بين النهار فهو كان في الجانب ده هو تولى في شراكتنا كانت كنا موزعين المهام بشكل كويس جدا انه انا مسؤول بالكامل عن الشأن التحرير وهم يدخل فيه نهايه انت ما عنده كان مكتب بالصدق هو مسؤول عن الطباعة والتوزيع وانا في المطبع ما عندي مكتب فعنده دار توزيع حقته كانت بتوزيع الصحيفة واستمرت الشراكة لغاية 2013 وبعدها افترغنا وافترغنا ابي حسان اتفقنا انا بلتالي اخي زي ما دخلني بحسان نفترغ بحسان نحن عندنا نصحفتين شركتين ايوه الصدق والاهرام اليوم سوبر كان وقتها توقفت فقلت له اخي العايزة فيهم شيلة عايزة الصدق شيلة خليليه الاهرام اليوم عايزة الاهرام اليوم شيلة خليليه الصدق فاختر الاهرام اليوم وانا اخترت الصدق الكلام ده في 2013 وبعدها طوالي شرحت في اشتريت صحيفة اليوم التالي كان صدرت لفترة بسيطة زي ثلاثة شهور كده وتوقفت فاشتريت من مالكة وجبت طاقم بتاعها وتوليت رأس التحريره من 2013 لغاية 2021 تقريبا حيث انتغلت ملكياته مني للاخ الصديقي ما يبجيبين هنو وقتا انه كنت خلاص غرطي انه انا يعني وصلت لغناء انه صحافة الورقية دي ما عاد عندها مستقبل وانه انا كنت قررت اني ان الانجلوس راتي خارج السودان لقطر تحديدا والدافع الاساسي انه كان عندي بيتي نون نون مزمل ابن الكبرى كانت خلاص امتحنت شهادة وكانت حابة تقرأ في جامعة اجنبية وكانت الجامعة هي جوركتاون الامريكية عندها فرح هنا في المدينة التعليمية وجامعة من كبريات الجامعات الكبيرة والبيت ما شاء الله عليها هي متفوغة جدا وشاطرة ويرسد عني برضو حب الكتابة لكن بتكتب بالانجليزي طيب الزمل دي يعني انا ما داير يعني دي مسيرة تتوقف فيها بجد يعني ولازم الإنسان يستمع لها والزمل وقاسم اجتهاد ومسابرة كبيرة جدا جدا حتى وصل الى او صنع هذا الاسم الكبير في عالم الصحافة الرياضية والسياسية من خلال استعراضك استعرضت عدد من الأسماء لها التحية أساتذة جلالة في عالم الصحافة لكن يقال أن مزمل نهل وتعلم الصحافة من الصحافيين هلالاب كبار أعطاك تنكر قالوا اشتغل في جنة الهلال أو تعلم قالوا ما ديت في جنة الهلال المسألة دي كله عنه كثير أتكلم عنها كثير وأنا حقيقة شرحتها في عدد من البرامج التلفزيونية أنا طبعا نزل مريخا بي من قبل الميلاد مما كنت نطفة أنا بحب المريخ فما في حاجة تخليني يشتغل في جنة الهلال الحاجة هي واقعة واحدة أنا طالب في الجامعة كان الأخ الأستاذ أبراهيم عوض أنا ذكرته بالخير في البرامج ده كان هو مدير تحرير صحيفة الهلال وأنا طالب في الجامعة بدون الإعلام أذكر هلال كان مشارك في بطول السيكافة في تنزانيا أو يوغندا وكان معظم المحررين بتاعنا الصحيفة كانوا مع الفريق فكان أبراهيم عنده نقص في الطاق بتاعه ومدير التحرير فكان جاء الشغال الجريدة في البيت مع نصخان علي فتح رحمة رحمة الله عليه الحاجة علي فتح رحمة ربنا يطراه بالخير وتغمده برحمته فجاب بالشغال كان قاعد في الصالون وقاعد في الطاولة الصفرة وبيكتيبه وكده فقام قال لي أخما الساعدني فقلت لي أخما في مشكلة جدا هو أبراهيم بخلاف إنه ابن خالي صديق جدا صاحبي يعني وبين مناكفات وكده وكتب معايف طبعا في الصدى لسنين طويلة وكان بينا مناكفات كنت بسميه بفوسة لاج لحم فقام قمت قلت لك صحيفة كاعد تابلويت قلت لك صفحتين عن بطولة السكافة من الزاكرة وقتها طبعا كنا صغار والزاكرة لسه متقدة وحية وكده فعملت ليه صفحتين وقد تتليه لغم في الصفحتين دون قصة شهيرة يعني ممكن أن يسأل عنها فكتبتها حاجات أخبار صغيرة صغيرة كده كتبتها معدة كبيرة عن طارق سكافة وبطولات والغابة وكده فكتبت أخبار صغيرة صغيرة كده منها كتبت تخبر إنه أندية قوية تغيب عن النسخة الحالية فقلتها إنه يعني في عدد من الأندية الكبيرة في منطقة شرق وستطفريغيا ظلت تشارك في هذه البطولة وتحقق القابة واندية جماهيرية وكبيرة زي قرماهية وليبرز الكينيين سيمب التنزاني وذكرت والمريخ السوداني دخلت ليك المريخ المريخ السوداني وما كلمت الثاني يوم بعد ما جراجع داري دبقاني كان قال لي يا أخي ديت عملت تفيني عملية فيش نو قال لي التلفون دا ما وقف ناسا الهلال القوي دا ما بيضعف كيف تشكلوا المريخ وبتاع وذكر في اليوم التاني صحيفة الكورة كان صاحب عدلاني يوسف رحمة الله عليه طلعت بما نشيت جماهير المريخ تشيت بصحيفة الهلال وكده بالحاجة الصغيرة دي دي قصة يمعها صحيفة الهلال يعني ما اشتغلت في حاجة ولا تلمست على يدهم في الصحافة والله يعني هاستفيدنا من زملاء علامين هلالا بكاتلهم اسماء كبيرة يعني زي أستاذنا حسن عز الدين وزي محمد أحمد دسوقي رحمة الله عليهما ودعملنا مع كل الصحفيين حتى معجب كتابة صلاح يدريس في عدد من الصلاح أنا بعتبر أفضل كاتب هلالي يعني وصديقي جدا كنا يعني كل جمعة بنتلاقى في بيت الأخ الصديق قد بالهلال الحزب الاتحاد الديمقراطي الشهير الزاكة نتغدى في بيت الزاكة ونتونس ونلعب كشتين مع بعض وعلاقة وطيدة جدا طبعا في امتدادات بتاعة علاقة في شندي يعني مع صلاح يدريس يعني نحنا أهل لكن بالنسبة للكتاب صلاح يدريس من أمي الصحفيين ما في كلام لغة عالية وقدرة مهولة الأفضل الكتاب بتاعنا هلال لو ما كان الأفضل علاوة على ده أنا بتكلم عن المسار بتاع المهني بتعلق بالصحفة في المسيرة دي مشيت لمسارات تانية لمجالات بتاع البيزنس تانية يعني كان مندي زراعة في مزرعة في جنوب شندي وكنت يعني مندي مزاجي أنه بمشي لها كل جمعة وبمسكة طورية كان في صور مداولة كده في دولة وكانوا حابين الحكاية جدا يعني وأيضا أنشأت شركة شغالة في مجال الحديد والألمونيوم سميت النونات عليه بناتي أنا وبناتي نونو واشتغلنا في مجال الزجاج النعالج حراريا وفي الحديد والألمونيوم وكلادين والشركة حققت نجاحات كبيرة جدا مع مجموعة من مهندسين الشباب وبرضو كان عندي مركز بتاع التدريب في الخرطوم وبرضو عملت إنشأت في 2011 مدارس ليدرس العالمية كمدارس خاصة ودي درسوا في أولادي كلهم وأنا برضو بفخرين كلما ندرس في ليدرس أنا بحتبره من أولادي جميل طيب دي مسيرة دي الرأس المالية ومجال المال والأعمال المشاريع التي قدمت عندها أستاذ مزميل يعني الشراكات في بداياتك شراكة في إنك تصنع صحافة شراكة في إنك تمتلك صحيفة ومطابع المسألة تحتاج إلى رأس مال كبير جدا جدا وفي البداية تحتاج إلى شجاعة خلينا كده زي ما نقول متزميل شجاع في كتاباته حتى شجاع في اتخاذ غراراته في إنك تنشئ كده لكن رأس المال في البدايات يعني عمل كبير وضخم أنا طبعا ما جد بديت بالتدرج والبداية ما كانت محتاجة للرأس مال كبير يعني إنشاء صحيفة رياضية وقتها ما كان بيكلف كوروش كثير صدى مكتب كان مكون شجاة صغيرة مكونة من غرفتين أو مكتبين وصالة ومطبق حمام دي البداية بتاحت الصحيفة حتى الأساسات نحن اشترينا جوزوا منها كاش وجوزوا منها بأقصاد من محل شهير بتاع أساسات في الخرطوم كتبنا الشيكات وأنا وظفت رأس المال قلت لك اللي هو كان في حساب الوافع حسابي في بنك بنك السعود السوداني كان المخصصاتي في صحيفة الكابتن كانت خمسة بليون كان جوزوا مغدر منها بيمشي كفائض للحساب وأنا خليت لقى عبد الله طفع الله شيكات موقعة عشان يصرف منها على الصحيفة وصارب برضو جوزوا من تحمل جوزونا المصاريف وبدأنا كده بداية متواضعة وما فيها تكلفة كبيرة كان ريحان كله على أن الصحيفة تحتنجح أنا ما كان عندي شك أبدا في أنها هتنجح والصحيفة أصابت نجاح من أول يوم يعني شالت تكاليفة وربحت من اليوم الأول دي ون يعني كانت وبيقت يعني لو بتذكر أنت صغار شوية يعني تنافس محتدم كان على صدارة التوزيع بينه وبين القون المالكة كان الأخرة مضاحمة السيد والصحيفتين كانوا فوق لمية ألف نسخة وكان الفارق بينهم في المطبوع بينهم وبين الصحفة السياسية مهول نحنا حتى نحنا بنتضعف مع بعضنا في بعض الأحيان مثلا لما يكون المريخ لاعب برافريغية منتصر أو منتصر على الهلال أو كي طبعا غارب الغراء كانوا من المريخ لكن الهلالة كان بيقروع لأنه كان عدد كبير من الكتاب فأنا قلت ضامن أنه المريخ سيقروع لكن الهلالة قدرت جيبت معظم الكتاب الكبار إبراهيم عوض وخالد عز الدين وقاسيم خالد وياسر عايس وياسين علي ياسين جريدة كانت مليانة أعمدة هلالية والحكاية دي كانت يستفيد الناس المريخ لكن كانوا قبلانين جميل فالصحيفة نجحت نجاح حايل وزي ما قلت لك جدرت إنها تشتري مطبع المطبع بيقيت برضو مصدر دخلي إضافي وبيقيت يعني أحوال مزدهرة ويعني كبيرنا يعني من ناحية اقتصادية بالتدرج وبالتدرج وبعد ذلك تعني عملنا السوبر برضو أضافت لنا يعني أنا أذكر إنه لما نعملنا الهرامة اليوم في 2009 تكليفة تأسيس الجريدة 400 مليون جنيه دفعناه من المشاهد بكل ارتاح بل تملقنا عقارات وبنينا بيوت وأنا وعبد الله يعني بنينا زي بعض يعني كل واحد عقدي مع الشركة يعني و يعني اجتناع عربات والحمد لله الامور ربنا وفقنا يعني اجتهدنا وبتوفيق المولى عز وجل أول أنه باجتهادنا ثانيا ثم باجتهادنا يعني نجحنا وبعد ذلك برضو أنا عملت مدارس ليدرس معي الأخ عحمد عبدالطلب بشراكة معاه وبرضو حق نجح حايل وبرضو كان يعني دخلها كان عالي وكانت وضعت بصمطة في مجال التعليم وكنت عبي الشغل ده يعني بشدة كنت جزبني أكتر من الصحافة تعليم نعم اقضي صحابة يومي صحابة يومي في في ليدرس مع الأطفال وكان مزايين وانا أدخل لأولاد الكيجي بتاعنا الروضة وقعد معاهم في الأرض والعب معاهم وكده كانت بالصف ليزهني لأنه ضغوط العمل أنا ما شعبتي شعبتي جدا بقت مدارس وجرائد ومطابع وشغل قاس تاني وزراعة وكده يعني يومي أنا ما كان بكفيني ولاحقا بديت أكتب مغالين بتو أكتب مغال سياسي في في الصدى ومغال لغة الرياضة في الصدى وسياسي في الهرامة اليوم بديت كنت بكتب في الهرامة اليوم ما كان يومي لكن في في اليوم التالي بقى يومي فبقيت بكتب عمودين كل يوم وحتى كان يعني بعض الزملاء زي الطاهر ساتي وكده بقول ليه خيطة بطلقه وكده ده كله كيف يعني أنه كله كله جوب عندك عايزة تفرق كامل يعني مدارس كده أنت المدارس عايزة تفرق العمل الخاص الجريد الرياضي حتى كده عمود واحد في ناس يعني بيكون الشغولنا كل في اليوم كله كتابة مغال واحد وهو فعلا الكتابة الراتبة دي تستهلكك حاجة غاسية جدا وصعبة وكده وحملة صغيرة يعني لما أكتب العمودين أنا نصدقين كنت بس أهربيون لغاية ما انتهي من أنا جبتها من أبشيب رئيس تحرير تحية ليه يعني فكدت لغاية ما انتهي من شغلي في في اليوم التالي وتمشي اليوم التالي المطبع حيث بعد ذاك أكتب المغال بتاع الصدر تنتهي مرات واحدة واحدة ونصب انتظروني يعني صباحا يعني جميل طيب أستاذ مزمل يعني في فترة رئيسات الصيد جمال والواري نادي المريخ فترة كانت المريخ ازدهر فيها بشكل كبير و وظهر اسم المريخ في أكثر وأكثر في المحافلة الدولية وفي كده شي الجميل اللي عدربه جمال والواري المريخ لكن في نفس اللحظة مع المريخ ازدهر اسم مزمل أبو القاسم وتمكن أكثر في المريخ مزمل أبو القاسم وأصبح مزمل واحد من التخزو الغرارات في المريخ طيب دار أقول أول حيا حيوه أخي جمال الواري أخ صديق وصدوق وأنا جمعتني بأو علاقة مودة ومحبة في الله والمريخ وأنا أحترم هذا الرجل لأن يعرف معدن النقي إنه رجل إنسان القلوق بمعنى الكلمة وزول طالع من بيت نظيف ورجل بيرو حسان يحسن للناس وعالج المرضى ويقيل عصرة الملهوف ويقري الضيف وابن المساجد والمدارس وفي لوباح طويل في عمل الخير يعني وجمال الوالي ده وزارة عاجتماعية قايمة بحال كان لكن دار أقول إنه أنا ظهوري في المريخ ما أبدأ مع جمال الوالي جمال الوالي أصبح رئيسا لنادي المريخ في العام 2003 وتلعتها وأنا مسيرتي بدت سنة تلعت وتزعين يعني أنا بدت صحافة قبل جمال الوالي بعشرة سنوات لا ازدادت شوية كده التمكن في المريخ وفي القرارات أصبحت غريب جدا جدا من البيت البريخ أو من الكيال اللي أنت بتحبه أصلا أنا غريب من البريخ في غراراته قبل ما أبدأ طيب في غراراته وطعام كاتب وناس كثير كان بيقولون زمل الكاتب الأول وطبيعي يكون عندك تأثير يعني إذا أنت تحسن الكتابة وتعمل قاعدة كبيرة من القراء وتأثير وتفتفولك دي ما بتجي من فراغ يعني ما بدك لها رئيس ولا بدك لها إداري في ميات الصحفيين يعني فبقول إنه نزمل المؤسر ونزمل بذير المريخ لكن ده ما كان حقيق أنا أول حاجة الأخ جمال بحكم القرابة والصداقة البيننا وكذا كان هو رجل واسع الصدره بشاور يعني شاورنا نحنا وغيرنا يعني فعشان كذا ما حصل الصدام بيننا وبينه علاوة على إنه أصلا ما شخصية صدامية يعني ما زول مشاكل جمال يقول يعني صدره رحب ويتحمل الرائلة آخر وتحمل النقدة أنا كنت أعوده معاه في مجلس كنت منتقض المجلس وكان بيتحمل الحكاية دي وبيقبلها يعني لكن جمال لما ظهر أنا دار أقول لك يعني أوريك إنه لما ظهر جمال في 2003 أنا كنت مدير تحرير القسم الرياضي في صحيفة أخبار عربة الإماراتية كنت صحفي كبير يعني وكنت بكتب عبود يومي راتب في صحيفة الكابتن وقلت لك أنا كنت باخد فيه خمسة مليون اللي هي 2500 دولار فما ما يعني دي مزايدة معين دا معنا وكده الحية الثانية جمال ما من المرئيس يعني ضعيفة شخصية عشان إنساغ له لي صحفي ولا أي جهة تقدر تسيطر عليه لكن هو التأثير المثابر على الكتابة المشهورة بكي بعد مرات المشهورة بكي تكون إنه ما أكتبه ولله الحمد لله منه كان بيجي قبوه كبير إن جماهير المريخ وبالتالي له تأثيره وصحيفة نفسها ليه تأثير كان يعني وأنا وآخرين في وأنا الحمد لله أنا علاقتي كانت مع زولاي الصحفيين كان في الهلاء والمطر كانت طيبة جدا جدا فما كنت محتاج يعني لإدارة عشان ما يسنيني ولا يرفعني ولا كده وعلاوة على كده قلت لك يعني بدت مسيرة نجحتاني من الفين وقصة والله لكل نجاح عداء يعني لسلا العداء النجاح بيقلب العداء فالناس ما بيحسدوا زول السجمان الفاشل الفاشل ده ما بكون عنده عداء نجاح وحتى يعني بعد مرات برضو بتصنع عدوات أستاذ مزل والله ما الصحافة دي بتخليك تهبش أنت بتنتغد حباشك كتير لك أنت بتنتغد والناس نفس البشرية طبعا بتحب المتح ما بتحب النقط يعني القطح فالبيتين تعتقدوا في ناس بيتقبلوا في ناس عندهم قابلية لأنهم بيتقبلوا النقط بالصدر الرحيب وفي ناس بيحتبروك عدو تخلوا معك في عدوة وكده وانطلعا من كده يعني خطة معارك كبيرة كثيرة وكبيرة جدا فدي طبيعة العمل الصحفي ذكرت لي علاقتك مع الكتاب الهي علاقة جميلة مع الزو لكن برضو عندك خلافات مع كثير من المعسماء في الصحافة الهلالية والله حصلت حصلت بتحصل بيحصل المهاترات يعني ما هذا نسميها مهاترات نحن نسميها مدعبات مرات بيكون مقعشانات وبتصل للمحاكم وبتصل لكن يعني الحمد لله ما في قضية يعني مشت في لغاية مصادر في حكوم لي أو علي ما حصل بتتنازل بالأجاوي نحن الرياضيين في النهاية بنقدر نعالج مشاكلنا بشكل بل أنا دائما كنت حتى في كتاباتي السياسية كنت دائما بطالب الساسة في السودان إنهم يقتدوا بالرياضيين في إدارة شأن العام وفي ديمقراطية راسقة في الوسط الرياضي الممارسة الديمقراطية أنت زور رياضي وتعرف راسقة جدا في الوسط الرياضي والرياضيين متمسكين بشعر أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية وكل المجالس بتاعة إدارات الأندية والاتحادات الرياضية في السودان كلها منتقبة والجمعيات العمومية تنعقد بصورة رادبة تداول السلطة السلطة بتم بشكل سلمي في الهلال وفي المريق وفي الموردة وفي الأندية الكبيرة كلها وفي الاتحادات كانوا اتحادات بتاعة مناشط والاتحادات كورة يعني الديمقراطية في الوسط الرياضي راسقة جدا وتقبلها الآخر نحن والهلال نتناقف نتناقف نتداوس وكذا وتلقعنا في المناسبات مع بعض نتعجي سوى بعد الكورة ممكن أيوة نكون مع بعض ومسلا نور رشيد علي عمر أصحاب جدا وحصل وانا وخالد الزادين أصحاب جدا وانا وابراهيم عوض على وطن على الغرابة نحن أصدقاء فبيننا يعني مودة واختلاف الرأي ما قاعد يفسدوا الدنع والتنافس المحتد بين المريق والهلال ما بيحولنا ليعداء فهذه من الحياة الكويسة يعني بتحصل طبعا ترى شغاة بتحصل خلافات خلافات وكده والناس برجعوا في لحظة زعل نعم طيب أستاذ المريق في فترات كتيرة وانت لما كنت لصيق جدا جدا بالمريق ونصيق في أمره صفقات المحترفين كانت كبيرة معظم الشارع الرياضة ممكن يقول لك يا أخي مزمي أبو القاسم بيستفيد من المحترفين المريق أكتر من المريق من ناحية الكوميشنات والتسجيل أنا ما عارف أنت عندك في المجال ده أساسا ده كلام بالطبع والله يا أخي طبعا هو النجاح زي ما قلت لك نجاح بيجلب العدوات أنا والله لم يحدث أن تدخل في أي صفقة بتاعت محترف لا في المريق ولا غيره مرة واحدة بيتكلف من أخونا جمال الوالي كان رسل أخونا عمين عبدالقادر ومعاه كان زمين ناصر محيدين وفي الإمارات الراحية ومالاتنين ودسلهم النجيريا عشان ما يدعاغدوا مع لعبين من نادي دولفين النجيري اللي هما كانوا كانوا عايز يجيب كليتشي ويدهور فقام أو كليتشي وإيفوسا فالوسافر أعتقد معه هنا المدرب كان مصري ما عارف نسيت اسمه الآن ممكن استحضروا لاحقا كان من زمال محمس سعد محمس سعد حسعد فقام محمس سعد اختار اختار إدهور فضلوا على كليتشي واختار معه يفوسخ فلما نمشوا نجيريا مدينة بورت خاركور اتضح لهم إنه يفوسخ ده في الإمارات بيعمل في اختبارات مع هذه الجزيرة الإماراتي وذكرنا بالليل في قاعدة في الصحيفة زي الساعة 11 صحيفة أخبار العرب وذكروا يوم جمعة وأنا لابس جلابي وعمها لا يدي أذكر كان نامس ضرب لي أخونا جمال الوالي وقال لي يا أخي في لاعب نحنا أنا رسلت عمين عبدالقادر وناصر محيددين نجيريا وتضحي إنه اللاعب ده معاها كم في أبو الزبيع في نادي الجزيرة ونحنا عايزين يجينا على جراحة السرعة فكان قال لي دارين يجينا بكرة قال لي يا ريس كدعين في ساعتك بكرة دي كيف يعني فالمهم قال لي هو في فندق نادي الجزيرة ورسل يرغم تلفونه اتصلت بفوسة و كان يعني حكايتين أنه أقدر أسفر وبكرة دي صعبة يعني كانت حاجة مستحيلة ويش صعبة هو الحاجة الرحلة الساعة 11 بتاعت طيران الخليج كان وقتها من مطار أبو الزبي اللي كان في رحلة إمامية وهو ما عنده تأشيرة ومعنده تسكيرة وأنا ما لاقيت ولا شفت ولا أسمحت تبازات وببل كده ما معرفو خالص فالمهم رسل لي رغم تلفون ضربتها وقال لي ناس الحلال المضايجين أنا فيه اتصلت به ورد علي كلمته قلت له كده أنا عايز أجيك لجيته في الفندق بتاع نادي الجزيرة زعته ومشيت له عشان أغنعه وإنه يديني جوازه عشان عملت عشيرة تعبني تعب شديد وفي النهاج الليلة تديني 1000 دولار أنا ما بدي الجواز يساي وكده مشيت الاتم سحبت القروش وديت عليه وشيلت منه الجواز ضربت لي أخونا اللواء معوي جحفر تحياتي له يعني كان هو المسؤول الجوازات في السفارة السودانية في عبوظبي وهو العلابي طبعا أنا عارفو العلابي العلابي الشديد يعني لكن صحبي كان صديقي وبين تواصل كان أسري فكنت واضح أكيد أكيد عينها لعب ناودي للمريخ وكده ضرب لي جماعة الوالي قال لي هستري مجواز وعمل تأشير وعمل تأشير ورسل فالمهم قال لي خلاص يجيبوا لي صباح طلحت الصباح مشيت سكت يفوسع من الفندق مشيت صورته وديته السفارة أنا الساعة تمانية تقريبا أنا كنت في السفارة معوي جزي ساعة زائلة عملنا التأشير طوال بعد ذاك عندي وكعد السفر أنا أريد عمل معها ماسكا سيد فضلا سوداني سيتي سيم الآن لأسف يعني تصل طبا واتلا أعمل لتسكير طبعا بيقيت حكا تلحق طيران الخليدي مستحيل في طيارة طيران امارات بتقوم من دبي ساعة ثلاثة ف طبا بتلا رسل تلا صورة الجواز لا والله مليت ملي الاسم تصب ولا كده ملي الاسم زي ما هو مكتب في الجواز عملت عملت التسكير وبعد ذاك هو قال لي في مبلغ ما لي حيجيبه لك زول تسلم له ذكر خلع 20,000 دولار الزول جاب جاب القروش دراهم مشيت انا صراف حولت على دولار نقص مبلغ تميت وقطعت التسكير من جيبي وجبت تاكسي الغزال الوقت ذكر كان تقريبا الساعة واحدة الا شوية جريت جري الوكالة شلت التسكير وطلبت تاكسي الغزال لجيت واقف جدها وتاكسي فخم كده ليموزين وعربات مرسيدي السريعة وكده سواك فكان اذكر الرحلة بثلتمائة وربعمائة ريال كده من نبوظابي نرهم نبوظابي لدبي فجدت للسايق لو وصلته في اجلة من ساعة اديتي فوسة تلتمائة ريال جدت لو لو وصلته في تلتمائة في اجلة من ساعة عندك تلتمائة ريال وثلاث دي على دي على اختي دي مرة الوحيدة التي تدخلت فيها في تزيل لا بيطلب من اخونا جمال وارغو وارغو كيف تزيل وارغو تزيل وارغو تزيل وارغو الوقت داك انت موجود في الخرطوم ما عندي اي علاقة بموضوع وارغو ولا تدخلت فيه لا سلبا ولا ايجابا والموضوع تم في مصر واخونا جمال كان وارغو جا مصر جال غاهرة كان لعبة النهاية اعتقد بين فريغ انيينبا والاهلي اعتقد واعتقد انيينبا خسره وتم التفاوض معاه بواسطة كان شغال ملحق امني في سفارتنا من رقابي وبواسطة جمال والي داير وجال المريق وقع لم اتدخل في صبغة هاي والله والله على ما اقول شهيد وما كنت ما محتاج لحاية زي دي الحمد الله كان شغلنا كوي كنا شغالين كويسين وامور صالك وما كنا نحتاج نمشي نكسب لينا مال حرام ولا ندخ لي نقري ما حق في جيب نا يعني الحمد الله يد نا العليا ان شاء الله تظل كذلك سويت علاني لغنا يا مستحق الهنا يا أمنياتي وهواي مال سواك الهنا بختارك انتو كفاي مهما خطاي مالتاك شافت سواك أمكنا مالتاك 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 مالتاك